ناس مرمية كده ويصوروه في التلفزيون ويقولك شايف المناطق الشايف في مصر فين الحكومة فين الدولة المصرية بيعيرونا بفقرنا بس أنا مش حاسكت عايرونا وعيرونا لكنهم أبدا لم يكسرون جاء من أقصى المدينة رجل قال إني مغير هذا الواقع المر فأعينونا مرت السنون وتبدلت الأحوال وصارت العشوائيات إرثا مغبونا أردت مصر إنقاذ أبنائها فاستجاب القدر وبات من افترش الأرض والتحف السماء ظهرا في مناطق آمنة مطمئنة يأتيها رزقها وأصبح عيشهم كريما مصونا إنها حكاية شعب كان ينظر إليه طويلا أنه للعشوائيات من الساكنين بلد كان جل أهله في بيوتهم غير أمنين حر وقر مرض وفقر ومستقبل غير واضح وإن أردت اختصارا فقل مرتع لإنشاء نقمين وصاختين بل حتى إرهابيين من تل العقارب إلى بشائر الخير ومن الزرايب لزهور مايو ومن الهجانة إلى مدينة الأمل من عزبة أبو قرن إلى المحروصة وغيط العنب والأصمرات وغيرها من المناطق التي تحولت لمجتمعات متكاملة كان هذا أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة عبر عقود بل إن الأمر وصل إلى حد أن البعض كان يضرب بها المثل كنموذج للحياة البائسة التي يعيشها شريحة من المصريين ميزانية بالمليارات خصصتها الدولة منذ عام 2014 للقضاء على العشوائيات التي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه لم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد تطويره إلى مناطق أكثر خطرا كمثلث مسبيرو التي شكلت انزعاجا كبيرا للمنطقة التي تحتضن مبنى الإداع وتلفزيون إلى أن تتخلت الدولة وعملت على تطويرها وعمل منطقة عمرانية على أكمل وجهة وبشكل يليق بالمواطن وتضمن له حياة كريمة ومستقرة بل صارت بصلة للفنادق العالمية لحجز مكان لها بتلك الجنة الجديدة محيط سور مجرى العيون كان هو أيضا على موعد مع التطوير لتلك المنطقة التي تعد مدخلا لمنطقة القاهرة التاريخية التي أصبحت محط أنظار المستثمرين العالميين الذين يريدون خطب ود تلك البقع المطورة الخصيبة المجهود ضخم والمردود عظيم معادلة تختصر ما شهدته الأعوام التسعة الماضية في ملف كاد يهدم الوطن على رؤوس ساكنيها لتصبح التجربة مؤثر فخر للعالم الذي يقف مجدوها وهو يرى المصريين يبنون قواعد المجد بعراقهم وكفاحهم مع رئيسهم